موسيقى مرحبا أنا رسل المالكي وهذا الجزء الثالث من محاضرتي حول فن كتابة الرواية البوليسية الجزء الخاص بالسرد والحوار نبدأ بعد الفاصل القسم الأول من حلقتنا اليوم هو السرد ما هو السرد؟ كيف يتم؟ ما تحتاج حتى يكون النص السردي عندك متكامل؟ أولاً شنو هو السرد؟ السرد هو النص الكتابي اللي يوثق الحدث سواء كان الحدث حقيقي أو خيالي وهو الأداة اللي تنقل الحدث للقارئ عبر نص لكن السرد هو مو خبر يعني بالرواية بشكل عام أنت ما تنقل الحدث للقارئ بشكل خبر بل تنقل بصورة أدبية فنية تعتمد على العديد من العناصر حتى تكون متكاملة طيب شنو هاي العناصر اللي تجعل النص السردي متكامل فنياً وأدبياً؟ حضر ورقتك وقلمك وركز ويايا الأمر الأول اللغة بعد أن تكلمنا بجزئين السابقين عن طريقة إيجاد الفكرة وطريقة تصميم الشخصيات وإعدادها وبعد أن اختارينا الحدث صار الآن لازم ننقل هاي الفكرة والأحداث والشخصيات اللي راح تلعب أدوار القصة إلى الورق ونحولها إلى نص سردي متكامل يعيش القارئ بأجواء الأحداث الأداة الأولى اللي راح نحتاجها بالنص السردي هي اللغة إذا ما كانت اللغة سليمة ما راح تقدر تعبر عن الحدث ومجريات الأمور تحتاج أن تكون عندك خزين معرفي من المفردات والمصطلحات من أجل أن يكون النص اللي يتكتبه متكامل لغويا ما أقصد أنك تروح إلى المفردات الصعبة أو القديمة أبدا رغم هي مطلوبة في أحيان قليلة بالنسبة للرواية البوليسية لأن بالبوليسية التركيز الأكثر على الحدث أكثر منها على اللغة والسبب هو منع تشتيت القارئ بين المفردات الصعبة والحدث قارئ الرواية البوليسية يطارد الأحداث فمو من المنطقي أن تشغل بمفردات كل صعبة أو قديمة وتخليه يفصل عن الأحداث ويروح يدور عن معاني المفردات استخدم لغة غير معقدة من أجل إيصال الفكرة لكن أيضا مفردات مو مستهلكة جدا خلي مفرداتك عميقة معبرة بشكل مركز عن الشيء اللي تريد تقوله يعني اقتنص المفرد اقتناص حتى تكون في السياق ناقل حقيقي للشعور أو الحركة من الحدث للقارئ هذا بالنسبة للمفردات بالنسبة للتعابير أنت بحاجة إلى أن يكون تعبيرك الكل ناضج يعني العبارات لما تقرأ يشعر القارئ بأنها صادرة من كاتب حقيقي متمكن العبارة لغويا لازم تكون رصينة ما أقصد نحويا لأن أكو بينا ضعفاء بالنحو هاي عالجها مدقق لغوي ورما تكمل كتابة روايتك فلا تشيل لها هم لكن تعبير اللغوي هاي مهمتك أنت شنو نقصد بالتعبير اللغوي يعني مثلا بدلا من أن تقول ذهب أحمد إلى مدرسته في صباح يوم كذا وأخذ معه علبة طعام وحقيبة مدرسية هذه عبارة صحيحة تماما لكنها أبسط من أن تكون لغة أدبية خلينا نعدل عليها ونخليها أحلى في صباح يوم كذا كان أحمد يسير إلى المكان الذي يكرهه كثيرا وقد حمل على ظهره حقيبة ترجرجت بها علبة طعام وتدحرجت بها مع خطواته استوانة الماء لقد كان يسير إلى المدرسة لاحظت؟ أولا خليت تاريخ الحدث أنطيت انطباع عن كره أحمد للمدرسة وصفت حالة علبة الطعام بداخل حقيبة إنها تترجرج وحالة استوانة الماء المتدحرجة مع خطواته وطيلة العبارة القارئ مدى يعرف شن المكان الرائح لأحمد وليش يكره وإذا بيك توجه له صدمة بسيطة وتقول له لقد كان ذاهبا إلى المدرسة عرفت الفرق الآن لا العبارة الأولى خطأ ولا الثانية ولا الأولى صعبة على الفهم ولا الثانية لكن أكو فن بتسلسل الأشياء في العبارة في اقتناص المفردات الصحيحة ترجرجت وتدحرجت على سبيل المثال خلت القارئ يشعر كما لو كان في داخل حقيبة أحمد وهذا هو الفن الأدبي بالسرد اللي تكلمنا عنه مثال آخر تجمد الرجل المسن لوهلة ثم وقع على وجهه هذه عبارة جميلة وصحيحة لكن خل نغير بديكورها شوية تسمر الرجل المسن لوهلة ربما تسمر أقل استخداماً وأقوى تعبيراً عن الحالة أيضاً اختارينا مفردة انهارة بدلاً من مفردة وقع انهارت جثة الرجل بدلاً من وقع الرجل وهذه تعبر تفصيلياً عن الطريقة اللي وقع بها الرجل دا تتخيل حضرتك بالضبط شلون وقع لما أقولك إنه انهار يعني سقط تدريجياً فاقداً السيطرة على نفسه هذا اختيار التعبير اللي أقصده عملية قنص المفردة الصحيحة في المكان الصحيح لعكس الحالة بالضبط وبشكل مركز إضافة لكل هذا مطلوب من الكاتب أن يركز على البناء اللغوي للعبارة وين يصير الفعل وين الفاعل وين المفعول به يقدم ويأخر بهم مستخدماً أدوات الربط وحروف الجر بشكل صحيح يجعل العبارة أكثر فخامة وأروع تعبيراً إذن اللغة أولاً ثانياً التشبيهات بسرد الروائي ما يصير تتحدث عن الشيء وتمشي وخلص لازم تلون النص بتشبيهات توضح للقارئ المشاعر والأحداث بشكل عبقري ومتقن يعني شلون؟ خلينا نشوف هذا المثال كانت السماء تمطر بشدة حتى تبللت داليا بالكامل عبارة صحيحة لغوياً وحتى أدبياً لكنها مجرد من المشاعر مجرد من التشبيه والتوصيف اللي يعرف بالأدب الإنجليزي similarity أو likelihood خلونا نسوي تعديلات تشبيهية على هاي العبارة قذفت السماء بوابل مياهها على الشارع وسط دوي رعد يشبه زئير حيوان أسطوري وخلال ثوان شعرت داليا بأن المياه تسللت إلى عظامها لاحظت هولي المطر كيف بيّن الآن؟ أنت نفسك شعرت بأن المي وصلك قذفت السماء بوابل مياهها على الشارع أراهن أنكم الآن سمعتوا صوت المطر على الإسفلت بعد سماعكم هذه العبارة وسط دوي رعد يشبه زئير حيوان أسطوري نعم الحيوان الأسطوري ما أحد يعرف صوته بس أنتوا تخيلتوا شون ممكن يكون وسمعتوا دون أن يكون موجود أساساً وخلال ثوان ليش خلينها هاي المفردة وخلال ثوان حتى ننطي مجال للمطر أن يبلل داليا ثواني وراح يبللها مايصر رأسا نقول إنها نقعت لازم أكو زمن للحدث إيه خلال ثواني شعرت داليا بأن المياه تسللت إلى عظامها لازم أكو زمن للحدث إيه وخلال ثواني شعرت داليا بأن المياه تسللت إلى عظامها لاحظ التشبيهات الآن التشبيه الأول وسط دوي رعد يشبه زئير حيوان أسطوري شبهت صوت الرعد بصوت زئير حيوان أسطوري لكن التشبيه هنا وضح واستعملت مفردة يشبه يشبه زئير حيوان أسطوري وهذا ما يعرف بالتشبيه أو بالانجليزي وهو أنك تشبه شيء بشيء عن طريق مفردة تشبيه كالمفردات التالية كمثل يشبه كأنه يماثل وهكذا من أدوات التشبيه الصريحة يعني تقدر الآن تقول وسط دوي رعد مثل زئير حيوان أسطوري أو كزئير حيوان أسطوري أو كأنه زئير حيوان أسطوري لاحظت؟ أداة التشبيه واضحة وصريحة هذا التشبيه الصريح أما التشبيه الثاني اللي عندنا بنفس النص فهو اللي قلنا به شعرت داليا بأن المياه تسللت إلى عظامها هذا التشبيه لغرض إفهام القارع عن الحدث بصيغة أدبية غير صريحة هنا أنت تريد توصل الصورة بشكل أدبي عن طريق المبالغة المياه بطبيعة الحال من المستحيل توصل لعظام داليا لكن شقلنا بالعبارة شعرت داليا بأن المياه تسللت إلى عظامها هي شعرت دلالة على شدة البلل وكثرة المياه ونقعها بشكل تام فعبرنا عن الحالة بمبالغة كبيرة حتى يشعر بيها القارع نأخذ مثال آخر سمع آدم صوتا من خلفه وحين السدار صدمته شاحنة ومات أيضا عبارة صحيحة لغويا وأدبيا لكن لو ردنا نجملها أدبيا أكثر ممكن تكون خرم صوت بوق أذني آدم وقبل أن يستوعب بمصدره التفت إلى الوراء فكان آخر ما لمحه بعينيه اللتين انطفأتا إلى الأبد لاحقا شاحنة ضخمة سحقت أضلاعه كصخرة هاوية من أعلى التل وضحت الآن شفت الفرق بين عبارة وعبارة بين تلقي الحدث كما هو وبين أنت شحنا بالتشبيهات والصور والتقديم والتأخير والنحت بكل عبارة حتى يكون النص السردي ما لديك مظبوط فكر دائما كل عبارة هي روايتك كل سطر هو روايتك انسى كل روايتك وفكر بأنه العبارة هذه هي الرواية بحد ذاتها لما تفكر بهذه الطريقة وتكتب من تكمل كتابة راح تقرأ أعجوبة أنت ما مصدق أنك كتبتها حاول أن تعيد كتابة النص نفسها أكثر من مرة أربع أو خمس أسطر تعيد كتابتها بأكثر من صيغة حتى تختار لاحقا الصيغة اللغوية الأدبية الأجمل والأقوى تأثيرا على القارئ تخيل التشبيهات بذهنك زئير الحيوان الأسطوري هذا جاي من خيالك أنت تخيلته وخليت القارئ يتخيله شبه أنف الضابط العسكري بمقدمة سفينة حربية شبه صوت شخير الشخصية بصوت احتضار أسد شبه وميض نار المسدس بلون الصدق تعلم أن تتخيل الأشياء من أعماق مخيلتك وتشبه الشيء الواقعي بشيء من خيالك لازم يكون فريد على القارئ وما مستهلك بالسابق بكثرة اطلق العنان لخيالك أصف بالتشبيه الوحدة عشر دقائق أوصل للصورة الذهنية الأكثر تعبيرا عن الحالة الآن وأثناء الفاصل حاول تعيد صياغة العبارات التالية بنفس الطريقة الشرحناها لكن بأسلوبك الخاص سقط عامل تنظيف الزجاج من الطابق الرابع وارتطم بالأرض أغلق باب المصعد على المحامي وانقطعت الكهرباء وبدأ الأكسجين ينفد سقطت الشجرة بعد أن تم قطعها بالمنشار الكهربائي وهوت على شاحنة قريبة أدخل القاتل سكينه ببطء في صدر الضحية حتى ماتت وبينما تكتبون العبارات الخلابة التي ستفعلها نروح إلى فاصل ونكمل من بعد الحديث حول الحوار الرواي أهلا بكم من جديد نتكلم الآن عن الحوار الرواي الحوار بشكل مختصر هو الدم اللي يسري بعروق الرواية ويدفع بيها إلى الأمام وهو وسيلة التعبير الخاصة بالشخصيات اللي قد يجري بين شخصيتين أو أكثر ويعتبر قاعدة أساسية بالرواية ورقتك وقلمك وسجل رؤوس أقلام عن النقاط التالية أولاً الحوار الرواية البوليسي غالباً ما يكون يتكلم عن الحدث أو تاريخ الحدث يعني مو مثل الرواية الرومانسية والإدرامية اللي غالباً يتعبر عن دواخل الشخصيات أو معاناتها هنا الحوار وذا نتكلم بشكل عام يتعلق بالحدث لأن الرواية البوليسية غالباً تكون أحداثها تحبس الأنفاس وسريعة الحدوث فما تتوفر مساحة واسعة للأشخاص حتى يعبرون عن أحاسيسهم الخاصة أو مشاعرهم وسط معمعة المطاردات وفكل الغاز والعبور إلى الحلول نعم قد يكون هناك حوار والحوار يتعلق بأحاسيس شخصية معينة لكنه يتعلق بالدرجة الأساس بالأحداث نفسها شلون يعني؟ يعني عندك شخصية قاتل متسلسل خلال الأحداث القاتل ده يعترف لصديقته عن السبب اللي جعله يصير قاتل متسلسل ويتكلم بحوار معاه يوضح لها السبب صحيح هاي تعتبر أحاسيس خاصة لكن هي جسر لتعريف القارئ بالسبب اللي جعل هاي الشخصية قاتل متسلسل هاي أولاً ثانياً الحوار لازم يعبر عن الشخصية يعني مو منطقي أنه شخصية بروفيسور بجامعة يتكلم باللسان مراهق مدمن ألعاب فيديو مو منطقي أن يكون شيخ حكيم يتكلم باللسان مطرب بوب مثلاً وهكذا الحوار يعبر عن الشخصية وينطن طباعة عنها هل هي شخصية قاسية؟ هل هي لطيفة؟ هل هي ودودة؟ كتومة؟ ثرثارة؟ وهكذا لازم ينطبق الحوار على الشخصية ويعبر عنها ثالثاً الحوار بالرواية البوليسية مثل زناد المسدس ممكن بلحظة معينة يقلب الأحداث بل ممكن يعرض أحدى شخصياتك للقتل تخيلوا يا يا في مطاردة ما أمسك المجرم بالضحية بدت تتوسل بي أن يتركها استجدت عطفة المجرم تعاطف معها وأخفض سلاحها لكنها من شافتها بدأ يتعاطف شتمته هنا انقلبت الأحداث تماماً هاج المجرم من جديد وقتل الشخصية إذن الحوار ممكن يدفع الحدث إلى التعقيد بل وحتى إلى نقطة اللاعودة رابعاً الحوار هو جسرك لتعريف القارئ بالمعلومات يعني بدلاً من أن تجي أنت تصير معلم للقارئ وتحشيله عن تاريخ منظمة سرية عالمية مثلاً راح يشعر القارئ بصوتك وهو يعلمه وهنا ما راح ينسجم مع الكتاب بينما من تخلي شخصية هي تذكر هذا التاريخ وتشرح عنه لشخصية ثانية راح يستمتع القارئ بهذا الحوار وهذه ميزة إضافية للحوارات تابع حوار البروفيسور حسام محمد صالح مع مهدي العلي في رواية الإنهيار وحوار ناحام وكلارة في رواية الأخرى غريب في السوربون خامساً أن لا يشعب أبداً يعني شلون؟ مثلاً تقول تعتبر هذه المادة سامة خطيرة للغاية فقد استخدمت لقتل الرئيس سين الذي كان رئيساً للدولة الفلانية في سنة كذا التي وقعت فيها أحداث الحرب الفلانية التي أنتجت مليون قتيل ستوب أنت تتكلم عن المادة السامة هذا التشعب مرفوض طيب أريد أعبر عن هذه المعلومات شلون؟ خليه يكمل عن المادة السامة وبعد الاستفاضة الشخص المقابل راح يسأله بالحوار وين استخدمت هذه المادة فتجاوب الشخصية الأولى وبذلك تقدر تعبر عن المعلومة سادساً ابتعد عن الابتذال بالحوارات البوليسية هاي ممكن تستخدم في الرواية الدرامية ولبعض الكتاب طبعاً لأن بالبوليسي أنت متريد تشتت انتباه القارع عن الحدث والمعركة اللي تجري وتشغله بحوارات مبتذلة الجو هنا جو جدي وبيجا رائم ومسألة حياة أو موت خلي القارع مركز بالحدث والشخصيات والحوار لا تشتت أبداً سابعاً ركز بالقواعد التالية المهمة جداً لكتابة حوار بوليسي ناجح الحوار لازم يكون موجزاً يتضمن صدمة في نهاية قدر الإمكان أو معلومة جديدة يضيف معلومة للقارع المفردات المنطقات لازم تعبر عن الفكرة المطلوبة تماماً لا يجب تكرار العبارات أو الحوارات نفسها في عدة أماكن من الرواية يكشف عن مشاعر الشخصية وردود أفعالها في تلك اللحظة يبين واقع العلاقة بين المتحاورين هل هم متقاصمين أم على صلح أو توتر إلى آخره الآن درب نفسك على أن تكتب حوارات متنوعة المشاعر عن الظروف التالية أولاً أكتب حوار لفتاة تحاول مقاومة مغتصب وتتوسل يتركها أكتب مئة كلمة من هذا الشعور أشعر بالخنق والرعب والأدرنالين اللي تحس بي هاي الشخصية ش راح تقول ثانياً حوار بين مجرم سايكوباث ألقي القبض عليه والآن هو يرد بتهكم على ضابط التحقيق اللي يحاول ضبط أعصابه ثالثاً شخصية رجل دين تدعو الناس أن يتضرعون لله من أجل أن يتعدي مطاردة هذه الليلة على خير والمطاردة حول تفكيك قنبلة ضخمة قد تهدم مزار ديني هام جداً رابعاً شخصين يمتهنون النصب والاحتيال اختلفوا بينهم ويتحاورون كل واحد يثبت حقه بالمبلغ المسروق لكنهم يتكلمون بصوت منخفض لأنهم في حانة وشعروا بأنه هناك أحد الزبائن وضابط شرطة كيف راح يتحاورون؟ الآن بعد كل هاي المعلومات اللي تعلمتها بهذه المحاضرة حول السرد والحوار إذا تدربت بشكل صحيح على إتقان كتابة السرد وصناعة الحوار أنت سيطرت على جزء كبير جداً من فن كتابة الرواية بشكل عام والبوليسية بشكل خاص حاول دائماً تبتكر حواريات بين شخصيات في ظروف بوليسية صعبة وتخيل الحوار بينهم اسرد الحدث بتفاصيلة دقيقة وهكذا راح تكون بديتك تبصح إذا راعيت كل اللي ذكرت إلك إضافة إلى ملكتك الخاصة بالكتابة وقزينك من المفردات الراقية والفريدة بالحلقة القادمة وهي الحلقة الأخيرة من محاضرتنا راح نتكلم حول سير الأحداث وعنصر التشويق كيف نخلق العقدة وكيف نصنع التشويق أترككم مع محاولاتكم بالسرد والحوار وأشوفكم بالحلقة القادمة اشتركوا في القناة